موسيقى رئيس السيسي يكتمع مع رئيس هيئة قناة السويس مع التأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر عززا من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة مصر والولايات المتحدة تنفذان تاني تدريب بحري مشترك لمجابهة تهديدات على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية روسيا تتراجع عن استيناف التدفقات عبر نوردستريم وألمانيا تقول أن وضع الغاز في البلاد غير مستقر وقد يتفاقم موسيقى اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع هيئة رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع أتأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار وعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملة قابات الطاقة الاستعابية والحمولات الضخمة كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتدائمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كما مر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط خاصة خدمة التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمة انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستقدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك وذلك دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الاسطول الشمالي وذلك باشتراك حاملات المروحيات جمال عبد الناصر والفرقاتة الجلالة مع المدمرة يو اس اس ديلبرت الأمريكية وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة والتي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمصرح العمليات البحري والتدريب على أسليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية البلاحة الدولية يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط تسعة وأربعين ألفا وثمانمائة وإحدى وسبعين قضية تامونية متنوعة من بينها مائتان وسبع وستون قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت سبعة وأربعين ألفا ومائتين وست عشر استوانة وضبط مائة واثنتين وثلاثين قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت مليونين وخمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وأربعمائة لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط سمانمائة قضية استلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من ألف وخمسمائة وستة وعشرين طن سلع مدعمة وضبط إحدى وثلاثين قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت ما يزيد على ألف وستة وثلاثين طن كما تم ضبط سلاثة عشر ألفا وتسع عشر قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبطات قربت ألفين وثلاثمائة وواحد وعشرين ونصف طن سلع غزائية وغير غزائية كما تم ضبط تسعة عشر ألفا وتسعمائة وسمان وسبعين مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من سبعمائة وخمسة وثلاثين طن إضافة إلى ضبط سنتين عشر قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبطات قربت مئة واربعة وخمسين طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر أربعة ملايين ومئة وتسعة وستين ألف وتسعمائة وإحدى وتسعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها مليون ومائتان وسمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ستة عشر ألفا ومائتين وستين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد سبعمائة وتسعة وخمسين سائقا منهم كما تم المرور على ألف وسبع وثلاثين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ستمائة وسبعة عشر من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص ستمائة وسمان وثلاثين مركبة وتبين مخالفة تسع عشر مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع ألف وخمسمائة وثلاث سيارة ومائتين واسنتين وعشرين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط واحد واربعين ألفا وسلاس وتسعين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط أربعة ألاف وتسعمائة وثلاث وستين مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط ستة ألاف وثلاثمائة وستة وأربعين مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط أربعة عشر ألفا وأربعمائة وإحدى وثمانين مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط خمسة عشر ألفا ومائتين وثلاث وستين مخالفة ملصقات وضبط مائة واثنين وثمانين محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر سلاسمائة وخمسة وسبعين ألفا وستمائة وسبع وخمسين قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت سلاسمائة وعشرين مليون ومائة وستة وثلاثين ألفا وسبعمائة وسمانية وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ألف ومائتين وإحدى وتسعين قضية من بينها ستمائة وستون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط ستمائة وتسع وعشرين قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر مائة وسبع وعشرين قضية بقيمة مالية بلغت مائتين وسبعة وسبعين مليون وستمائة وستة وثلاثين ألفا وثلاثمائة جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط سمانية ألاف وخمسة قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من أحد عشر مليار وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة خمسة وعشرين بليون وثمانمائة وتسعة وعشرين ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين مليونيها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدا من السعر الرسمي وتمكنت خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط أربعمائة واثنتين وسبعين قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة مائة واثنين عشر طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت أجهزة الوزارة أكثر من ثمانية عشرة طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط قرابة تسعة وثمانين طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدا من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفيما يتعلق بمجال قضايا المخابس تم ضبط سبعمائة وثلاث وعشرين قضية من بينها مائة وثماني وثلاثون قضية خبز ناقص الوزن ومائة وثماني وعشرون قضية خبز غير مطابق للمواصفات يستضيف مجلس النواب أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعيات الأمناء العامين للبرلمانات العربية والذي يُعقد خلال الفترة من الرابع حتى الخامس من سبتمبر الجاري بمقر مجلس النواب ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مكتفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل رؤى والخبرات حول السبل المتلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهمها التشريعية كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر تتناول موضوع اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية في ليبيا رحب المجلس الرئاسي بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا خلفا للسلفاكي ياناكوبيتش وفي بيان له أشهد المجلس الرئاسي بالخبراتية التي يتمتع بها الدبلوماسي السنغالي والطلاع على الملف الليبي مثنيا على الجهود التي بذلها أثناء قيامه بتقييم دراسة حيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وأكد المجلس على دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساء الليبيين للوصول إلى حلول سلمية من خلال بعثتها في ليبيا للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقته معربا عن أمله في أن يسهم باتيلي بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي هذا وقد أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا عن دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالية عبدالله باتيلي وأعربت السفارة الأمريكية عن ترحيبها باختيار الدبلوماسي السنغالية مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الجديد لتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون في لبنان بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس الحالي ميشيل عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر المقبل يأتي ذلك في ظل عدم اتفاق بين القوى السياسية في لبنان حول تقديم مرشح توفقي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بالتزامن مع خلافات أخرى تعقل تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتأليفها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي أعلنت ألمانيا أن وضع الغاز في البلاد آمن حاليا لكنه غير مستقر وقد يتفاقم وأوضحت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا أنه لا يمكن استبعد حدوث مزيد من التظاهر في إبدادات الغاز خلال الفترة المقبلة وذلك مع تمديد شركة جازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنبيب نوردستريم ون هذا وترجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستهناف التدفقات عبر خط الأنبيب والذي كان مقررا اليوم السبت بزعم وجود تصرب للنفط في محرك أثناء الصيانة وأضافت الشركة الألمانية أن هذا ليس سببا فنيا لوقف تدفقاته الغاز أعرب المفهود الأوروبي لشؤون الاقتصاد بولو جينيلوتي عن استعداد الاتحاد الأوروبي بشكل جيد في حال الوقف الكامل لامدادات الغاز الروسي بفضل التغزين وإجراءات اقتصاد الطاقة أكد جينتلوني جاهزية تكتل لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز حيث ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانية شنت هجوما يهدفوا للسيطرة على محطة زبوريجيا النووية وأوضحت الوزارة أن قواتها أحبطت الهجوم بضربات من طائرات هليكابتر عسكرية وطائرات مقاتلة مما أدى إلى تدمير عشرين سفينة أوكرانية وتفرق باقي السفن الأخرى كما تهمت روسيا أوكرانية بمحاولة تنفيذ إنزال على محطة زبوريجيا النووية رغم وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الدارية قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدارية رفع الجروسي أن محطة زبوريجيا النووية تواصل توفير الكهرباء للشبكة عبر خط احتياطية وأكد روسيا أنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن زيارة بعثة الوكالة إلى محطة زبوريجيا للطاقة النووية الثلاثاء المقبل مضيفا أن الوكالتات تحاول تقديم تقييم متعمق للوضع في زبوريجيا وأكد المدير العام للوكالة أنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء يلخص فيه الاستنتاجات وما يدور في زبوريجيا كما لفتا إلى وجود وضع فريد وغير مسبوق في محطة زبوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية أعربت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تمكن وفدها من حضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية وفي رسالة وجهت روسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيفنيزيا إن المماثلين الروس البالغ عددهم 56 لم يتلقوا أي تأشيرة دخول للولايات المتحدة قبل أسبوع من الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة الأممية مؤكدا أن الأمر نفسه ينطبق على الصحفيين أعلنت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج قد منح الإدنى بمغادرة ثماني سفن تجارية من موانئ أوكرانية إحدها تحمل واحدا وثلاثين ألف وأربعمائة طن متري من القمحة ومن المتوقع أن تتحرك سفينتين أخرين كان قد تأخر موعد مغادرتهم اليوم لتتحركها في الأيام المقبلة وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن إجمالية حملات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية الثلاث المتفق عليها في المبادرة بلغ حتى الأمس نحو مليون وسبعمائة وستة وستين ألف وخمسمائة وواحد وثلاثين طن متريا وذلك من خلال مائة وستين رحلة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في الوقت نفسه تدرس الإدارة الأمريكية خطوات تقيد استثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية في ظل توتر متزايد بين واشنطن وبكين في ظل توطر متزايد بين واشنطن وبكين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات اقتصادية لتقييد الثثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية وتأتي قيود لاستثمار المرتقبة في إطار أمر تنفيذي يوقعه بايدن خلال الأشهر المقبلة مع عزم وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه يجري البيت الأبيض مناقشات مع الكونغرس بشأن مشروع قانون يلزم الشركات الأمريكية بالكشف مسبقا عن استثمارات محتملة في بعض الصناعات الصينية ويندرج الأمر التنفيذي ضمن استراتيجية أوسع حيث إن الولايات المتحدة أوقفت مؤخرا بيعاد أشباه المواصلات إلى الصين وروسيا الشركات الأمريكية تخضع لتطقيق حكومي متزايد بشأن السلعة التي تبيعها للصين التي تمثل أبرز مشار للرقائق في العالم نتيجة مصانعها للإلكترونيات ومستهلكيها وفي الشهر الماضي وقع بايدن قانونا لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين يقصص نحو 52 مليار دولار لدعم البحث والتطوير محليا لأشباه المواصلات الخطوات الأمريكية الأخيرة تجاه الصين تشير إلى أن إدارة بايدن مستمرة في اتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه بكين من أجل حظر أصول الصين إلى قطعات كاملة من التكنولوجيا كرر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك دعوته إلى ترشيد استهلاك الطاقة بسبب قطع روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا وأوضح الوزير أن ألمانيا تعمل على توفير مخزونات كافية من الغاز وتوسيع الطاقة من مصادر أخرى وأضف الوزير الألماني أن الحكومة تهدف إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 20% نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها الولايات المتحدة تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان وبيكين تدعو واشنطن لإلغاء الصفقة أو مواجهة إجراءات مضادة قالت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا خط الوسط لمديق تايوان والذي يعد حاجزا غير رسمي يفصل بين الجانبين وأضافت الدفاع التايوانية أنها رصدت مجموعة من أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشت حول تايوان وذلك فيما تجرسهم تدريبات بالقرب من الجزيرة من ناحية أخرى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها واحد وواحد من عشر مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها تأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة بعد شهر من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إترى الزيارة أهم منورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصعد التوتر مع الصين أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها واحد وواحد من عشر مليار دولار لتايوان بحسب وزارة الخارجية فإن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الصفقة مع تايبيه وهي تشمل ستين صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية بنحو ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون دولار ومئة صاروخ قصير المدى من طراز سعيد ويندر وهو قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيارة إلى جانب عقد الصيانة للنظام الرادارات التيواني بقيمة ستمائة وخمسة وستين مليون وبعد الإعلان عن الصفقة خرجت الصين لتصدر تصريحا على لسان المتحدث باسم سفاراتها في واشنطن داعية الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري لتلك الصفقة أو مواجهة إجراءات مضادة المسؤول الصيني أكد أن مبيعات الأسلحة إلى تايوان ستؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان في المقابل أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونجرس وهو أمر شبه مؤكد إذ أن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كل الحزبين الجمهوري والديموقراطي نظمت اليوم جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخايل جورباتشوف في موسكو بمراسم محدودة وتوفي جورباتشوف بعد صراع طويل مع المرض ويحظى الزعيم الراحل الذي وصل إلى السلطة عام 1985 باحترام كبير في الدول الغربية فيما يأخذ عليه جزء من الروش مشاهمته في انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 عند محاولته إنقاذه إبان إجراءات إصلاحات ديمقراطية واقتصادية قتل 17 شخصا في الصومال وأصيب عدد آخر جراء الهجوم الإرهابي الذي شنته عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية والذي استهدف مركبات نقل ركاب جماعي بأقليم هيران وسط الصومال وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعية واستهدفوا المدنيين مأصفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم نساء وأطفال أعلنت هيئة الأدوية في بريطانيا الموافقة على جيل جديد من لقاح كورونا تنتجها شركة فيزار باينتك ويستهدف المتحور أوميكرون وتتألف هذه النسخة من اللقاح من جرعة معززة ثنائية التكافؤ تستهدف السلالة الأصلية للفيروس والمتحور أوميكرون ووفقت الهيئة على استخدام هذا اللقاح في جرعات معززة لمن هم في سن الثانية عشر عاما وما فوق وكانت الهيئة قد وافقت الشهر الماضي على لقاح تنئي تكافؤ مماتل من مدارنا لتصبح أول دولة تفعل ذلك قدمت المفاوضية الأوروبية مقترحات جديدة لتجنب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشداء القادمين حيث حثت المفاوضية دول الأعضاء على تسريع وطيرة التطعيم ضد الفيروس وتتبع حالات الإصابة للاستجابة لتفشي العدوى بطريقة سريعة ومستدامة يأتي ذلك عقب تحذير وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من أن متحورات جديدة كليا من الفيروس قد تظهر هذا الشتاء مع قرب حلول فصل الشتاء وعودة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للظهور بشكل أكبر قالت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي إن متحورات جديدة كليا من الفيروس قد تظهر هذا الشتاء وذلك في ظل استعداد دول التكتل لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كورونا اللقاحات المتوافرة حاليا في الدول العالم يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاء وتشمل هذه اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لمتحور أوميكرون الأوسع انتشارا حاليا وذلك فضلا عن اللقاحات الأصلية التي تم تطويرها لمحاربة الفيروس وفق وكالة الدواء الأوروبية فالمسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كفاليري أكد أنه على المواطنين أن لا ينتظر لقاحا خاصا لمواجهة المتحورات مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك متحور جديد بالكامل قائد الظهور لا يمكن توقعه اليوم رغم إعطاء الوكالة موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فيزر بيونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة بي آي وان القديمة من أوميكرون في وقت يجرى فيه تطوير لقاحين لمواجهة سلالتي بي آي فور وفيف كفاليري أوضح أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعملين في مجال الصحة لافتا إلى الاستمرار في تطعيم عامة الناس باللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة سلالة ووهن أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا تسجيل أكثر من خمسين ألف إصابة يومية جديدة وذلك اليوم الثاني على التوالي وأوضح الفريق الروسي أنه على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تم رصد واحد وخمسين ألفا وستمائة وتسع وتسعين إصابة في جميع أنحاء روسيا وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ التاسع من مارس الماضي وذلك مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من بارس كورونا أعلنت شرطة ولاية ميسيسيبي تحطب طائرة صغيرة في أحد الحقول وكان قائد الطائرة قد هدد بإسقاطها على مدكر كبير بالولاية وأعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم إخلاء المدكر بعد أن طلقت بلاغا بالتهديد في وقت سابق كما تم إخلاء محطة للوقود وتفريق المواطنين بعيدا عن منطقة الخطر أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافا نيوز ثم حالة طوارئ في مقاطعة بالولاية عقب اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا ما أدى إلى إصابة العديد من السكان وأحرق عدد من المنازل وقالت المتحدثة باسم أحد المستشفى يد كاليفورنيا إن شخصين نقلاء إلى المستشفى أحدهما في حالة مستقرة والأخر يعاني من حروق متفرقة بينما أوضحت سلطات الولاية أن رياحا تبلغ سرعتها 35 ميلا في الساعة ساعدت على انتشار الحرائق لما ساحة تقدر بنحو أربعة أميال مربعة بينما تم إصدار أوامر بإجلاء حوالي 7500 شخص في إحدى المناطق والعديد من المجتمعات المجاورة لها سجلت باكستان 57 حالة وفاة جديدة بينهم 25 طفلا جراء الفيضانات الكارثية التي تشهدها البلاد وتسببت الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحيات ما لا يقل عن 1265 بينهم 441 طفلا وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أخطر نواز إن عام 2022 أظهر بعض الحقائق القاسية لتغير المناخ بالنسبة لباكستان تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمال التطوير ورفع كفاءة شرع الأشرف بحي الخليفة التي تقوم بها المحافظة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية برفع كفاءة مسار مزارات آل البيت بالقاهرة التاريخية وجعلها متحفا مفتوحا لزوار مقامات آل البيت من مصر والدول العربية والإسلامية وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالشارع الذي سيمثل شارع المعز في الأهمية التاريخية والسياحية وذلك من خلال ربط المزارات ببعضها البعض لخدمة رحلات الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت وأضف محافظ القاهرة أن الشارع شهد تطويرا كبيرا للبنية التحتية حيث يتميز شارع الأشرف بترازم معمارية تتضح فيه تفاصيل العمارة الفاطمية والأيوبية المكسوة بالنقوش الإسلامية والمشربيات الخشبية يواصل معرض أهلا مدارس تقديم كل احتياجات طلاب المدارس بأسعار مخفضة وجودة عالية ويستمر المعرض حتى العاشر من سبتمبر الجاري في أرض المعرض بمدينة نصر بتخفيضات تصل لأكثر من 30% المزيد مع الزميلة جيرمين إبراهيم مرسلة التليفزيون المصرية توجد داخل معرض أهلا مدارس والذي يقام بمقر أرض المعارض بمدينة نصر يستمر هذا المعرض حتى العاشر من سبتمبر الجاري ويستقبل المواطنين يوميا من الساعة العاشرة الحديثة عشر صباحا حتى الساعة العاشرة مساءا الملفت لأنظر في المعرض هذا العام هو سيطرت المنتج المصنوع بأيدي مصرية على معظم المنتجات المتواجدة هنا بشكل كبير فبنجد لفتات موزعة في أنحاء المعرض تحت شعار صنع في مصر بأيدي مصرية بقام المعرض هذا العام بمشاركة ما يقارب من مئتي عارض يشاركون في عرض عدد متنوع وكبير من المستلزمات والأدوات المدرسية والذي المدرسي وأيضا هناك وجود للمواد الغذائية كل هذا بأسعار مخفضة وبجودة عالية الجديد في المعرض هذا العام هو أيضا وجود جناح خاص بعرض الأدوات الإلكترونية وأيضا الأجهزة الإلكترونية وجود عدد من العروض لشركات الإنترنت بأسعار مخفضة يعني هو معرض يتواجد التخفيف بالطبع على المواطنين وعلى عبق زيادة الأسعار فهناك تخفيفات كبيرة بتتواجد بشكل كبير تستطيع أن تواجه أي زيادة في الأسعار بتتواجد في أماكن أخرى خارج هذا المعرض أيضا هناك اتخاذ لكافة الإجراءات الاحترازية وأيضا زيادة لعدد المداخل وتباعد الممرات لمنع أي تكدس بنشير أيضا أن المعرض تواجد في مكان استراتيجي فهو يتواجد في مدينة نصر بالقرب من معظم وسائل المواصلات وأيضا على بعض خطوات من محطة متر وأرض المعرض الدخول هو بشكل مجاني لكل الزائرين باستثناء يعني من يستحب معه السيارة فبيقوم بدفع رسوم 20 جنيه للدخول لكن يعني من يأتي بدون السيارة بيدخل بشكل مجاني تماما يستطيع أن يتجول في أنحاء المعرض ومشاهدة كل المعرضات التي تتواجد وتعرض بأسعار مخفضة وبجودة عالية بنعود إليكم مرة أخرى في الاستوديوم تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنسويف من الكليات المتخصصة والأولى من نوعيها داخل مصر والشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء صرح علمي تفتخر به مصر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنسويف واحدة من الكليات المتخصصة والأولى من نوعيها داخل مصر والشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء هي كليا بينية تجمع ما بين العلوم الهندسية والعلوم الأساسية عشان خاطر نقدر أن نطلع طلاب أو شباب قدرين أن يوجهوا العالم الخارجي بكل تكنولوجياته ومعلوماته ليه الفضاء؟ لأن الفضاء دلوقتي ما بأشرفه هي الفضاء أساسي من لا يملك فضاء بلده لا يملك أرضها الكلية تضم ثلاثة أقسام رئيسية هي قسم الملاحة الفضائية قسم علوم الفضاء قسم اتصالات الفضاء هذا الصرح العملاق يعمل من خلال دائحة متميزة ومبتكرة تهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في علوم تكنولوجيات الفضاء وتستغرق مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة وتعد دمجا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء توجه الدولة في الفترة دية يمكن الدولة كلها والشعب كله بقى شايف أن المستقبل للتكنولوجيا الحديثة كدس سنوية عام 2020 وكان مجموعة جايب معظم الكلية العندسية يعتبر بس أنا حبيت أحط الكلية بتاعتي رغبة أولى عشان أنا بحب المجال دا وطبعا ما أزب الناس قالوا لي بلاش عشان كلية لسه مستقبلها ما نعرفوش والكلية لسه فتحة جديد بس أول ما دخلت الكلية الدكات الأرونة لو بتحبوا المجال دا هتعرفوا تكملوا فيه يمكن لخديه هذه الكلية الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراستهم أبرزها الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي الملاحة البحرية والجوية هيئة الطيران المدني الجامعات ومراكز البحث العلمي المطارات قسم علوم الفضاء برنامج الفضاء المصري مصانع الانتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية مثل مصانع الإلكترونيات المحطات الأرضية للأقمار الصناعية وجميع شركات المحمول تحول اليوم ذكرى وفاة الكابتن محمود الجوهري الملقب جنرال للكرة المصرية ويعد الجوهري واحدا من أهم المداربين في تاريخ كرة القدم المصرية حيث قاد المنتخب الوطني في الكثير من النجاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى والأمشاهدين مع أهم أنباء المال والأعمال مع الزميلة آية الكفوري إليك آية شكرا ياسر شكرا الإيمان والأنا تحاول لجولتنا الاقتصادية محليا وعالميا موسيقى أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قوة الاقتصاد المصري خلال الثماني سنوات الماضية وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم وأشار المركز في تقرير تضمن مجموعة من العروض المعلوماتية إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما بواقعي 6.6% في عام 2021-2022 مقرنة بـ 19% في عام 2014-2013 فضلا أيضا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف واستمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة منعكس على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ساعت مصر على مدار الفترة الماضية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقاومات تنافسية ومرنة تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة الدولة المصرية وفي إطار نهجها الاقتصادي التنموي تبنت خططا تنموية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليا وخارجيا وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة التي أضرت بمختلف اقتصادات العالم فخلال السنوات الثماني الماضية أثبت الاقتصاد المصري قوة ومرونة في مواجهة الأزمات وهو ما يؤكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يفوق معدل نمو الاقتصادي معدل نمو العالمي المتاقع أن يبلغ 3.2% عام 2022 ليحقق 6.6% في عام 2021 و2022 مقارنة بـ 2.9% عام 2013-2014 يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة ألعاف كما تواصل مصر تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاما مسجلا 7.2% في الربع الثاني عام 2022 هذا إلى جانب احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات بما ساهم في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً انعكست على نظرة المؤسسات الدولية لاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث أشهدت مؤسسات ستاندرد أند بورز ومودز وفيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجيبي مورغان وبنك التنمية الإفريقي بتجاوز الاقتصاد المصري فترات صعبة منذ عام 2013 وتحقيق معدلات إيابية خلال السنوات الأخيرة تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتظى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واكتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من السابع وحتى التسع من سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظم المنتدى وزارة التعاون الدولي بالشاركة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة وتمثل النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في التفاقية الأمم المتحدة الإيطارية للتغييرات المناخية كوبا 27 تواصل الدولة نهجها الاستراتيجية في قطع الزراعة من خلال الاهتمام بزراعة مختلف المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وصولا إلى التصدير في مراحل لاحقة ومن بين المحاصيل الأهمة التي تسعى الدولة للاهتمام بها محصول القطنة الذي يشهد رواجا في زراعة بمحافظة القديوبية انطلاقا من أهمية القطن كواحد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي شهدت محافظة القليوبية زيادة المساحات المنزرعة بالقطن في هذا العام عن السنوات الماضية كما شهدت المحافظة لأول مرة استحداث تجربة زراعة بالشتلات عقب زراعة محصول القمح نظرا للتغيرات المناخية ولتوفير الأرض في هذه الفترة لزراعة محصول آخر زراعة اللوتن بالشتلات أولا أنا باستفاد منه استفادة عالية جدا من جميع النواحي أول حاجة أنه هو أن أنا بزرع محصولين استراتيجي في السنة أن أنا بزرعه بعد الأمح في شهر 5 وهو بيبقى مزروع أنا بزرعه بالبزرة بياخد هو 5 كيلو بزرة بس بيوفر بزرة من الم 30 كيلو أنا بزرعهم بالجورة لا أنا بزرع 5 كيلو بزرة بس في الصوبة بزرعهم من شهر 3 حتى شهر 5 بعد ما بخلص حصاد الأمح بحرة الأرض عادي وجهزها للزراعة وبجيب اللي هي بيبقى في حوالي في مزروع في صواني الفل وبجيب وبزرعه محقق إنتاجيها الحمد لله بالنسبة لي كانمو عالي جدا تأتي زراعة القطن بالشتلات في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة ووضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة استغلال الأراضي والمياه حيث تساعد عمليات زراعة القطن بهذه الطريقة في التغلب على مشكلة مواعيد الزراعة ومواجهة الأمراض الفطرية التي تصيب القطن في المراحل الأولى للنمو حال زراعاته بالبزرة الشهر الزراعة بيقف مع المزارعة بيوفر له التقاوي الموصة بها من كبير وزارة الزراعة البزرة اللي هي جهزة 97 دي حسب سياسة صنفية اللي حديد الوزارة وبعد كده بنوصي بنعمل الندوات والمدارسة الحقلية بنوصل المزارع اللي هو يحرط الأرض لخدمة الأرض لأعداد الأرض قبل الزراعة بيحرط الأرض حرتتين متعامدتين لتشميس الأرض وتفتيح الطربة ثم التخطيط قطاع الإرشاد بمدرية الزراعة بمحافظة القليوبية بدوره قام بالتوعية بزراعة محصول القطن وتمت زراعة حوالي 107 أفدنة و20 قيرات على مستوى المحافظة تحط الشتلة عزقناها في الأول ورجعنا رواناها بعدها بشهر فهو صغير بيحتش ورجعنا بعدها خفناه وحطنا كما ونطرات وروين بعد كده بنعطش تاني 20 يوم 25 يوم ترو دلوقتي بنسي كل 15 يوم كل ما بيحفى بيقعوز المياه أكثر التنصيق بين مدرية الزراعة بالقليوبية والإدارات الزراعية للنهوض بمحصول القطن تضمن تنفيذ ندوات عما إرشادية للمزارعين على مستوى المحافظة لاستعراض جميع المعلومات الفنية والزراعية عن زراعة القطن بدءا من تجهيز الأرض وصولا إلى جني المحصول بالإضافة إلى المرور الميداني على الحقول ومتابعة المحصول لحظة بلحظة تعمل الحكومة على خلق أفواق عملية لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع رؤية تنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة وأوضح وزير التنمية المحلية شام أمنى أنه في ضوء مذكرة التفاهم بين الوزارة والوكالات الأمريكية للتنمية التولية لتنفيذ مشروع قوى عمل مصر المول من الوكالة الأمريكية فإن الوزارة تؤكد أهمية تنفيذ ودعم برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات لزيادة الانتاج والتوظيف على أرض المحافظات وتعزيز التعاون والشاركة مع القطع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم عقد ملتقى توظيفية بمحافظات الشرقية يوم الثلاثاء المقبل ترجمة نانسي قنقر وننتقل معكم إلى أسواق المعادن أن في صحيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملة الفورية لتسجل 1703 دولارات للأوقية أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحوها 954 جنيها في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1112 جنيها وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1272 جنيها وأخير النص معكم إلى الجنيها الذهب الذي وصل سعر اليوم إلى 8896 جنيها من أسواق المعادن أنه سننتقل معكم إلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقع تم بأن أوبيك بلاس ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود كورونا في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بذلالها على السوق وارتفعت العقود الأجلة لخام برينتا بنسبة 17% وصل السعر اليوم إلى 93 دولاراً وسنتين للبرميل أيضاً ارتفع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 13% وصل السعر اليوم إلى 86 دولاراً و87 سنتاً للبرميل امتدت الارتفاعات أيضاً لسعر المزوت وارتفع عالمياً بنسبة 81% من الماء في الماء ووصل السعر اليوم إلى 3 دولاراً و62 سنتاً لكل لتر في المقابل انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 5.14% ووصل إلى 8 دولاراً و78 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية حذرت أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان بونستيل عمالقة التصنيع في البلاد من تطبيق زيادة سعرية إضافية هذا العام وقال نائب رئيسة تنفيذية لنيبونستيل أن الشركة تطبق زيادة على أسعارها تعاقدية من خلال التفاوض مع العملاء المحليين في النصف الثاني من العام المالي حتى نهاية شهر مارس مشيراً إلى أن الشركة ستمرر الزيادة في التكاليف إلى العملاء بما في ذلك زيادة أسعار الحديد الخام وفحم القوك التي تفاقمت بسبب الانخفاض التاريخي في قيمة الياباني انتهت جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى إلى يسر عبدالسطار وإمام منصور إليكم شكراً جزيلاً لك آية أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلغاء عملية إطلاق الصاروخ أرتميس 1 إلى القمر على أن يتم إطلاقه في القريب العاجل وكانت الوكالة قد أعلن إطلاق الصاروخ العملاق نحو القمر اليوم بعد أن تم إلغاء المحاولة الأولى يوم الاثنين الماضي بسبب مشاكل تقنية وتتمثل مهمة أرتميس 1 في إطلاق كابسولة أوريون غير المأهولة في المدار حول القمر للتحقق من أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين وبعد هذه المهمة الأولى ستنقل أرتميس 2 رواد فضاء إلى القمر عام 2024 دون أن تهبط على سطحه وأول هبوط لمهمة مأهولة سيحصل لطاقم أرتميس 3 في عام 2025 على أقرب تقدير وتسعى ناسا إلى إطلاق مهمة واحدة سنويا بعدها انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء الرئيس سيسي اجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس والتأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر عززا من قدرات القناة كمحور عالميا للتجارة مصر والولايات المتحدة تنفذان ثاني تدريب بحري مشترك لمجابهة التهديدات على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية روسيا تتراجع عن استئناف التدفقات عبر نورت سريم وألمانيا تقول إن وضع الغز في البلاد غير مستقر وقد يتفاقم ختم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لحضرتكم وإلى لقاء جديد شكرا لحضرتكم